والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب الله العالمين الرسول الأمجد المحمود الأحمد أب القاسم محمد اللهم صلي على محمد وآل محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته طيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ما زلنا في حديثنا عن طرق إثبات وجود الله سبحانه وتعالى وهو الموضوع المهم في جانب التوحيد ولأن هناك شبهات كثيرة يطرحها الماديون وبعض الناس الغير مؤمنين بالله سبحانه وتعالى لذلك يقتضى أن نفصل في الأدلة المختلفة لإثبات وجود الله سبحانه وتعالى وتحدثنا في الدرس السابق عن دليل الواجب والممكن وقلنا أن الوجود بالنسبة للعالم كله هو ليس ضروري وليس أساسي أن يمكن أن يوجد العالم ويمكن أن لا يوجد وهو ما يعبر عنه ممكن الوجود والممكن بحاجة إلى الواجب ولا يوجد واجب الوجود إلا الله سبحانه وتعالى وفصلنا في ذلك الأمر الدليل الذي سنتحدث عنه اليوم إن شاء الله هو يعبر عنه دليل الحدوث والقدم دليل الحدوث هو دليل الذي استعمله عادة المتكلمون والمتحدثون الإسلاميون يعني علماء المسلمين عادة يعتمدون على هذا الدليل في إثبات وجود الله سبحانه وتعالى دليل الحدوث الحدوث من كلمة حادث يعني حادث الشيء المسبوق بالعدم الذي حدث في زمن معين وجده في زمن معين خلقه في زمن معين فعندما نقول أن العالم حادث بمعنى أن العالم الذي نشاهده من سماوات وأرض وبحار وجبال وأشجار كله حدث في زمن معين فهو حادث ما يقابل الحادث هو القديم القديم الذي لا أول له أو يعرف أحيانا القديم وهو الموجود الغير مسبوق بالعدم يعني الموجود الذي لم يكن قابل غير موجود عدم ووجد بل كان موجودا دائما منذ الأزل ويعبر عنه بالأزل والسرمدي كما يعبر الأبدي بمعنى أنه لا نهاية له لا بداية ولا نهاية له وفيما نؤمن أنه فقط الله سبحانه وتعالى هو الأزلي والسرمدي ولا يوجد موجود آخر قديم بهذا المعنى إلا الله سبحانه وتعالى طبعا القديم ليس بالمعنى اللغوي العام يعني إذا كان منذ مليون سنة أو مليون سنة صار هذا قديم مقابل أنه هذا جديد لا هذا التعبير الفلسفي القديم هو الذي ممتد في القدم بحيث لا بداية له يسمى قديم في المقابل يسمى محدث أو حادث كل موجود وجد في زمن ما هذا الزمن حتى لو كان قبل مليارات المليارات من السنين بس بالنتيجة وجد في وقت ما هذا يسمى حادث طبيعي بالنسبة للمعنى اللغوي شيء موجود قبل مليارات السنين نقول قديم جدا في الزمان صحيح قديم جدا في الزمان ولكن ليس بالمعنى الاصطلاحي في علم الكلام لأن علم الكلام حينما يقول قديم يعني الموجود الذي لا أول له ولا لم يكن مسبوقا بالعدم كان موجودا منذ الأزل كل ما تصورت من مليارات المليارات المليارات من السنين هو كان موجودا قبل ذلك لأنه قبله العدم والعدم لم يكن موجودا قبله فلا شيء كان دائما هو موجود هذا يعني معنى القديم هذا الدليل يتلخص بأن منطقيا يعني يقول العالم متغير وكل متغير يعني أنه حادث ليس قديما لو كان قديما لا يتغير فالعالم إذن حادث وإذا كان العالم حادث فلابد له من محدث هذا المحدث إذا كان أيضا حادثا مثله فلابد أن يحتاج إلى محدث ليس بحادث والمحدث الثاني ربما يحتاج إلى ثالث إلى رابع وهكذا لا بد أن ينتهي إلى المحدث الأول الذي هو قديم وإلا يلزم الدور والتسلسل وقلنا أن الدور والتسلسل كلاهما باطلا فإذن العالم حادث وبحاجة إلى محدث قديم غير حادث وهكذا موجود وفقط الله سبحانه وتعالى يتصف بأنه القديم الأزلي السرمدي نأتي الآن إلى شرح هذه المعاني واحدة فواحدة أولا قلنا العالم حادث ما هو معنى لهذا وما هو الدليل على أن العالم حادث يجب أن نثبت أن العالم حادث بعضهم ربما يقول أن العالم قديم نقول لا العالم ليس قديما لماذا نقول أن العالم حادث وليس بقديم ما هو الدليل على ذلك نرى أن العالم متغير ومعنى العالم متغير أنه ترى دائما فيه صورة مختلفة عن السابق هذه الصورة ممكن بتأثير الزمان يتغير بالزمان أنا الآن وجودي الآن غير وجودي بالأمس وغير وجودي غدا بل وجودي قبل ثانية غير وجودي الآن وغير وجودي بعد ثانية متجة الزمان يؤثر علي كذلك المكان يؤثر قد أكون فيها المكان أنتقل من المكان إلى آخر فهذا أنا متغير صفات العالم كلها من السماوات أراضين شمس قمر بحار أشجار نباتات الأوراد الأنهار الإنسان الحيوان النبات كله يتغير باستمرار وهذا تغير جزء من ما نشاهده من طبيعة الأشياء الشمس مرة مشرقة ثم يكون منتصب النهار ثم تغرب فإذا المكان هو يتغير الأرض متحركة النباتات تنمو في كل دقيقة كل ثانية هي تنمو بدرجة أو تموت وتخرج غيرها من النباتات الأنهار تسير المياه تسير من مكان إلى مكان تتحول من ما إلى بخار إلى مطر ثم تنزل مرة ثانية بشكل جليد أو بشكل مطر أو ما شكل هذه كلها من علامات التغير الإنسان يبدأ طفلا ثم يكبر يكون شابا وبالغا وكبيرا وكهلا ثم يموت فلم يكن موجود ثم وجد ثم يموت فهذا علامة على الحدوث ولو نظرنا لموجودات الكون كلها فنرى أن التغير جزء من طبيعتها أنها متغيرة باستمرار كل شيء يتغير هذا العالم المادي الذي نحن فيه يتغير يتغير على أقل تقدير الزمان والمكان العالم يتحرك فيتغير بيتغير الزمان ويتغير المكان فالعالم إذن متغير ليس ثابتا المتغير معنى ذلك أنه حادث أنه طبيعة القديم لا يتغير القديم يبقى منذ القدم كما هو لا يتغير ولا يتبدل ولو لو فرضنا لنظريا أي نوع من التغير للقديم نظريا فقط للتفكير فمعنى ذلك أن هذا التغير سيحدث في القدم أنه موجود منذ المليارات 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 ما لا نهاية من السنين إذا كان منذ ما لا نهاية العالم موجود فما يفترض من تغير فيه يجب أن يحدث في المال لا نهاية يعني لو قد أن نفترض خط معين بداية الكون نظريا يعني خط وهمي للزمان وهو القديم موجود قبل الزمان ولا يحده الزمان لأن الزمان بالنتيجة محدود الزمان يتولد من حركة المكان مع وجود المكان يتولد الزمان قبل المكان قبل المادة لا يوجد زمان فهو موجود فلو فرضنا أي تغيير يحدث لنفترض كل تغيير إذا الإنسان نقول أنه منذ أن يولد إلى أن يموت عمره مثلا سبعين سنة فالتغير فيه بالحياة والموت بعد سبعين سنة غير أو نقول أن المدن تنمو الحضارات تنمو عمر الحضارات عادة ألف سنة ألفين سنة ثم تتبدل الخلافات المختلفة أو الحضارة الفرعونية حضارة رومانية الحضارات الحكومات الإسلامية أو الخلافات مثلا فإذا عمرها ألف سنة ومسبوقة قبل ألف سنة مموجودة أما إذا فرضنا قبل الزمن فأي تغيير يتصور بالذهن أو بالبال فمعناته يحدث ما قبل الزمن في المالة نهاية لذلك حينما نراه ثابت لا يتغير هذه من صفة القديم أنه لا يتغير سنقلنا أنه لا يمكن أن يتغير كونه قديم لو طرع عليه التغير صار محدثا محدثا هذا المثال فقط طربت لتقريب الفكرة كيف أن القديم لا يتغير لأنه صفة القديم أنه وجوده نابع من ذاته فلا يتغير هو موجود كما هو التغير يطرأ على الحادث الأمور التي حدثت يعني كانت في العدم ثم خلقت هذا حدث شيء كانت صغيرة ثم كبرت كانت كبيرة وتقسمت وصغرت وكانت حارة بردت كانت باردة صارت حارة وكذا هذا تغير هو طبيعة الحادث الأمور الموجودات التي هي حادثة أو محدثة كما قلنا أما القديم فيبقى هو قديم كما هو بدون تغير لا يتصور فيه التغير وقلنا لو نريد جدلا أن نتصور التغير فأي تغير هذا سيحدث في المالانه من السنين لا يبقى لأنه القديم قلنا موجود منذ المالان نهاية فأي تغير منذ المالان نهاية تتصور التغير يحدث بعد مليار سنة فهو موجود قبل المليارات المليارات والتغير حدث لو تصورنا إمكانية التغير ذا القديم هذا تقريب الفكرة تقريب المعنى أنه معنى القديم فالقديم إذن مقابل للتغير لأنه موجود منذ المالان نهاية من السنين العالم ليس كذلك العالم متغير نرى متغير السماوات الأرض الكواكب النجوم كلها متغيرة فإذن المتغيرة هي حادثة وإذا كانت حادثة بحاجة إلى محدث إلى من يخلقها إذا كانت موجودة العلة التي خلقتها مثلها حادثة فنقول من خلق العلة الثانية يعني أنا موجود حادث لست بقديم العلة التي أوجدتني أبوي على سبيل المثال وأبوي أيضا محدثين ليسوا بقدماء علة أبوي جدي علة جدي أبوي جدي وهكذا يتسلسل إلى أن نصل إلى آدم عليه السلام على سبيل المثال فإذن ممكن أنه حادث ولكن سببه حادث آخر علته وعلته الحادث الآخر أهم حادث ثاني وثالث ورابع يتسلسل أفرض إلى ألف أب ثم يصل إلى آدم عليه السلام على سبيل المثال طيب آدم عليه السلام من علته بالنتيجة لا يمكن أن يتسلسل إلى المال نهاية لابد في البداية هناك علة غير حادثة أوجدته لو كان كل علة الحادثة لما وجدت وصار تسلسل قلنا تسلسل باطل لو تسلسل إلى المال نهاية معنات لا توجد بداية إذا لا توجد بداية لا توجد ما بعد البداية وما بعد البداية لا يوجد لا يوجد ما بعده وهكذا في النهاية لا توجد يعني لو افترضنا أن آدم عليه السلام غير موجود فأبني آدم أيضا غير موجودين وحفيدي آدم غير موجودين وهكذا إلى النوبة لي أنا أكون أيضا غير موجود لو لم يكن آدم عليه السلام موجود أنا ما رح أكون موجود إذن لابد أن ينتهي إلى الواحد الذي بدأ وهو غير حادث آدم عليه السلام طبعا حادث الله أوجده الله غير حادث لكن أقول تقريبا المثال للذهن أن الأمور الحادثة لا يمكن أن تستمر بالتسلسل إلى ما لا نهاية أو أن يكون الدور كما قلنا أن الحادث سببه حادث آخر والحادث الآخر هو سبب الحادث الأول وهذا يؤدي إلى الدور وقلنا أن الدور والتسلسل آطلان الآن إذا نتحدث بشكل تفصيلي أكثر عن إثبات حدوث العالم هل هناك أدلة عقلية أو أدلة علمية أو أدلة قرآنية على حدوث العالم أن العالم حادث مقديم ماذا يقول العقل وماذا يقول العلم الحديث عن خلق العالم وماذا يقول القرآن الكريم هذه ثلاثة أدلة ممكن أن تساق الأدلة العقلية في أن العالم حادث أن العالم أولا أن العالم يقبل الوجود والعدم لو كان العالم قديما فكان واجب الوجود هو ما يقبل العدم أما العالم لما كان ممكن الوجود معناته يقبل الوجود ويقبل العدم فإذا كان يقبل الوجود ويقبل العدم وكان قبل عدما فصار موجودا وبعد أن يوجد ممكن أن يعدم الإنسان ممكن أن يموت الشجرة ممكن أن تتكسر وتنتهي وتحترق تتبدل من حالة إلى حالة فإذن يقبل الوجود والعدم وما يقبل الوجود والعدم نعبر عنه بالحادث أن قلنا القديم يكون كما هو لا يتغير ولا يتبدل الدليل الآخر من الأدلة العقلية هي السؤال أن الحصر العقلي الموجودات إما أن نقول كلها حادثة الموجودات أو بعضها حادث وبعضها قديم أو كلها قديمة واحد من ثلاثة احتمالات لو قلنا كلها حادثة فالسؤال من أين وجدت كان كل الموجودات حادثة يعني لمن لا يؤمن بالله يقول حتى الله ما موجود طبيعة هي الله وكلها حادثة لا يوجد قديم يقول هذا الذي لا يوجد قديم من أين وجد قانون السببية موجود نؤمن أنه لكل عل لكل معلول عل فالعالم معلول هذا الحادث معلول كان غير موجود ثم وجد فمن أوجده فنقول أن كل الموجودات حادثة لا يمكن لا بد موجود واحد قديم الذي أوجد هذه الموجودات نقول كل الموجودات قديمة احتمال الثاني هذا أيضا لا يمكن لأن نرى أن الموجودات كلها متغيرة والمتغير قلنا من صفة الحادث وليس من صفة القديم فالموجودات إذن هي حادثة وليست قديمة هذا لا يمكن يبقى الاحتمال الثالث أن بعض الموجودات قديم وبعضها حادث وهو ما نقول القديم هو الله سبحانه وتعالى الموجود القديم فقط هو الله سبحانه وتعالى والموجودات الحادثة يباقي المخلوقات ما سوى الله سبحانه وتعالى كله خلق بقدرة الله سبحانه وتعالى الدليل العقلي الثالث هو أن أجزاء العالم يفتقر بعضها إلى البعض الآخر لغيرها الأجزاء محتاجة إلى غيرها والمحتاج حادث لأن الغني يبقى كما هو بدون حاجة أما أجزاء العالم بعضها يحتاج للإنسان يحتاج للطعام للشراب الحيوان يحتاج للطعام النبات يحتاج إلى الماء ويحتاج إلى أجزائه الإنسان حتى يستطيع أن يقف يحتاج إلى رجله وإلى عضلات ظهره وإلى العمود الفقري وما شكل النبات يحتاج إلى الساق والجذر حتى يبقى مستندا وكذا يحتاج العالم إلى أجزائه لكي يبقى متماسكا كل شيء بدون تماسك أجزاء يتناثر ينتهي فهو يحتاج بعض إلى بعض وهذه الحاجة تولد أنه محدث وليس قديما فلو كان قديم كان تنتفي الحاجة ولكن هذه الحاجة طارئة ينمو يقبر يزور وكذا يحتاج إلى الأجزاء باستمرار ومعنى ذلك أنه ليس قائما بذاته بل محتاج لغيره ومحتاج لغيره هو الحادث أما القديم قائم بذاته موجود كما هو منذ القدم لا يحتاج له شيء أذل دليل الثالث الدليل الرابع وهو بيان استحالة وجود حوادث لا أول لها باعتبار قانون السببية والعلية قلنا لكل سبب مسبب ولكل معلول عل العالم كونه موجود ونراه ونشاهده ونشعر بوجوده لا ننكر وجوده فلابد لوجوده من سبب وهذا سبب إذا كان مثله حادثا قلنا سوف يؤدي إلى الدور أو التسلسل فلابد أن ينتهي إلى موجود غير حادث موجود قديم إذن الأدلة العقلية والأدلة الفلسفية كلها تدل على أن العالم حادث وليس قديما والحادث بحاجة إلى محدث ماذا يقول العلم الحديث عن هذا المعنى الفيزياء الحديث دليل أول من القانون العلمي أو القانون الثاني للفيزياء الكمية ثيرمو ديناميك الفيزياء الحرارية يقول أن كل شيء يفقد مقدار من الحرارة باستمرار وأن العالم كله يفقد مقدار من حرارته باستمرار ويتجه باتجاه البرودة المطلقة يفقد الحرارة ويبرد 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 وكذا إلى أن يصل إلى حالة الصفر المطلقة تنتهي طاقته معنى ذلك أن العالم متغير ومتغير باستمرار ما يعتبار أنه يفقد مقدار من حرارته الشمس يقدر العلماء لها وزن معين وحجم معين ويقال بعد كذا مليون من السنين ستنتهي حرارة الشمس يعني الشمس يوميا تفقد آلاف الأطنان من كميتها بسبب الانفجارات المتكررة التي تعطي هذا النور العظيم نور الشمس وهذه ستفقدها الشمس بمرور الزمن وبعد مدة ستبرد الشمس حتى الشمس لا تكون حارة تكون باردة هذا قول العلماء فإذن الطانون الثاني الفيزيائي للثيرمو دايناميك الفيزيائي الحرارية تقول أن الأجسام تفقد حرارتها باستمرار وتبرد تدليجيا معنى ذلك أنها حادثة أنها ليست قديمة لأنها متغيرة بفقدان الحرارة كل يوم مقدار من الحرارة يفقد والإنسان أو الجماد الكون السماوات الأرض كلها تفقد جزءا من حرارتها فهي إذن حادثة وليست قديمة هذا عنون موضوع الثاني نظرية الانفجار العظيم البيك بانك المعروفة التي تقول أن العالم بدأ من نقطة معينة ثم بسبب انفجار أو أحيانا يعبر عنه هذه الأيام بالتوسع توسع عظيم وتمدد العالم بشكل كبير جدا توسع وصار الكون كله من ذلك معنى ذلك معنى هذه النظرية أن العالم حادث أو قديم ماذا تعني طبعا تعني أن العالم حادث تقدر نظرية التوسع العظيم أو الانفجار العظيم بأن عمر العالم أربعة عشر وستة بالعشر مليار سنة بدأ وحدث توسع من ذلك السنة فإذن قبل خمسة عشر مليار سنة مثلا ما كان موجود العالم من أربعة عشر ستة بالعشر توسع بدأ توسع بعض نظريات العديدة تقول أكثر من هذا ربما ثمانتعش أو تسوة عشر مليار سنة مو مشكلة تسوة عشرين ثلاثين خمسين مليار سنة للعلم الحديث أن يقدر ما يشاء من السنة النتيجة كما قلنا بدأ العالم بوقت معين بدأ هذا التوسع وهذا الانفجار كما قلنا بوقت معين ومعنى ذلك أن العالم حادث وليس قديما قبل هذه المدة لم يكن العالم كله هذا العالم المادي الذي نراه لم يكن موجودا ولكن وجده في تلك اللحظة لحظة الانفجار العظيم أو التوسع العظيم وبدأ بالتوسع تدريجيا واستمر بالتوسع وما زال الآن في التوسع ويفتعد بعضه عن البعض الآخر المجرات والكواكب بسبب التوسع يفتعد بعضها عن البعض الآخر وهذا التوسع مستمر إلى أن يصل إلى درجة كما يقولون وينتهي الزخم الذي كان موجود في البداية وأعطى هذه القدرة والطاقة على التوسع ينتهي فينكمش العالم من جديد يسمى الانكماش العظيم أي يرجع العالم يزغر ويزغر ويزغر إلى أن يصل إلى درجة الصفر المطلق يكون فيزيائيا لا حجم له لا كمية له يعني يرجع إلى العدم بالتعبير الآخر تعبير الفلسفي أو العقلي بدأ العالم من العدم من الصفر المطلق ما كان شيء عدم وفي هذه اللحظة بالذات سلا يعلمون لماذا في هذه اللحظة حدث هذا الانفجار العظيم على تعبير المطلق أو هذا التوسع عالم كان شيء صغير نقطة معينة اللي هو يقبر الصفر الفيزيائي يعني الصفر بمعنى لا شيء بتعبيرنا العلمي كان لا شيء ثم وجد ووجدت به طاقة هائلة بحيث توسع العالم فكون كل هذا النظام الموجود وهذا ما نقوله كل العالم حادث حدث منذ زمن معين وحاجة إلى محدث هذا المحدث لا بد أن يكون قديما وهو الذي أوجده بهذا الشكل وأعطاه النتجة هذا النظام يعني حسب دليل النظم الذي تحدثنا عنه النظام في العالم يدل على وجود منظم لهذا العالم العالم وما قلنا ممكن الوجود ولذا كان معدوما ثم وجد ويحتاج إلى موجود واجب الوجود كي يعطيه الوجود إذن العلم الحديث أيضا يثبت لنا أن العالم عمر معين وأنه تكون أو ولد تعابير أو حدث بسبب التوسع الفجاي السريع بقوة انفجار عظيم أو قوة ديناميكية حرارية عالية بحيث الحرارة كانت ملايين الدرجات وهذه الحرارة سببت هذا الانفجار يعتقد بالثواني الأولى أو أقل من ثاني أجزاء من الثانية الأولى في انفجار العالم العالم كانت حرارة ملايين الدرجات بحيث أدت إلى هذا التوسع الفجاي وبعضهم يقدر أن التوسع بالثانية الأولى للعالم نسبيا هو أكثر من التوسع العالم منذ ذلك الزمن اللي 14 ستة بال10 مليار سنة إلى الآن نسبة التوسع البداية الثانية الأولى أكثر من نسبة التوسع فيما بعد كلها المليارات من السنين الضوئية اللي العلم الحديث يكتشف عمق العالم أو طول العالم أو ارتفاع السماوات حولنا كل هذه بالنسبة التوسع الأول كنسبة كان قليلا من ناحية سنتيمترات بس لمن بدأ ذرة من لا شيء ثم توسع نسبة التوسع أكثر من هذا على كل حال نقول أن العلم الحديث يثبت لنا أيضا أن العالم قد بدأ من نقطة معنى ذلك كان غير موجود قبل تلك اللحظة سأي اللحظة ليختلف العلماء أو يتفق بشأنها كانت قبل 14 مليار أو 18 مليار أو 30 مليار أو 100 مليار هذه مو مشكلة أي عدد من المليارات بالنتيجة قبل ذلك العالم كان عدما ثم وجد ومعنى ذلك كان غير موجود وحدث فهو ليس بقديم إذن لو كان قديم كان موجود دائما قلنا مهما طال الزمن في التاريخ يعني مهما تقدمنا بالزمن في التاريخ فالعالم كان موجودا قبل ذلك لأنه غير مسبوق بالعدم ولكن العالم ليس كذلك العالم وجد حسب النظريات العلمية هذا أيضا العلم أيضا الحديث يدل على أن العالم حادث وليس بقديم ونرجع إلى الاستدلال نقول إذا كان حادثا فمن أوجده إذا أوجده نظام آخر حادث مثله فيستمر الأمر إما بالدور أو التسلسل وكلاهما باطلان فلابد أن ينتهي إلى سبب واحد قديم غير محدد الأدلة القرآنية أو الشرعية على حدوث العالم القرآن الكريم يشير لخلق السماوات والأرض في آيات كثيرة كما في قول تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون في سورة الطور آية 35 آية واحدة ولكن لخصت كل الموضوع والقانون بكلمة معجزة جملة واحدة معجزة أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون هل ترى العالم والناس والموجودات خلقت من غير شيء لا يمكن للعقل أن يقول من غير شيء طيب هي خلقت نفسها بنفسها هذا لا يمكن لأن هي ما كانت موجودة فكيف أوجدت نفسها لو هي خلقت نفسها بنفسها هذا يحدث تناقض أنه ما كانت موجودة وكانت موجودة إذا ما كانت موجودة لا تستطيع أن تخلق إذا كانت موجودة وخلقت نفسها فمعنى ذلك تقدم وجودها على نفسها لكانت موجودة قبل وجودها لا يمكن تقدم الشيء على نفسها فإذن لا يمكن ذلك أقول هذا معنى الدور ولا يمكن التسلسل كذلك أن نقول به أنه كانت موجودة بوجود آخر وجود آخر وجود آخر ويستمر إلى الملانة بالنتيجة بداية السلسلة يجب أن تكون لموجود غير مسبوق بالعدم وهو القديم وأوجد الأشياء القرآن الكريم يثير تساؤل فطري وعقلي وحسين للإنسان بآية واحدة وهي معجزة وكل آيات الله سبحانه وتعالى معجزة أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أي وما يجيب الإنسان العاقل لا يمكن أن يقول خلقت من لا شيء والعاقل يعرف أنه لم يخلق نفسه فإذن لابد له من خالق أو في آية أخرى أولى يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا في سورة مريم آية سبعة ستة الله خلقه من قبل ولم يكن شيئا أو في سورة الدار ألأت على الإنسان حين من الدار لم يكن شيئا مذكورا فما كان شيئا ولكن الله سبحانه وتعالى خلقه وبقي متغيرا وحادثا بعوامل المختلفة أو في وصف الخلق كما في قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين فأول خلق من سلالة حدث من سلالة ثم صار تغير آخر نطفة جعله في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضرة عظاما فكسونا العظام لحمة ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين في سورة المؤمنون آية الثاني عشر إذن خلق الإنسان ثم تطور في الخلق من نطفة إلى مضغة علقة وكساه بالفسة العظام لحمة وهكذا يتغير الإنسان من حالة إلى حالة فالإنسان إذن متغير وقلنا المتغير حادث وكذلك في خلق السماوات والأرض كما في قوله تعالى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي السماوات والأرض كانت رتق ثم فتقت سبعض الروايات تقول رتق يعني السماء لا تنزل المطر والأرض لا تنبت النبات ففتقهم الله سبحانه وتعالى بمعنى أنزل المطر من السماء وأنبت الزرع من الأرض وبقرينة وجعلنا من الماء كل شيء حي هذا ممكن أن يكون التفسير صحيح ولكن نعلم أن للقرآن ظهر وبطن وبطن إلى سبعة أبطن معاني متعددة وربما كانت هذه الآية تشير أيضا إلى ما يشير له العلم الحديث من نظرية الانفجار العظيم أو التوسع الكوني السماوات والأرض كانت واحدة الله فتقهم وكون منهم السماوات والأرض ثم حينما خلق الإنسان أو الأحياء الإنسان والحيوان والنبات خلقهم من الماء وجعلنا من الماء كل شيء حي فالمخلوقات الغير حية يعني السماوات والأرض هذه كانت رتقا ففتقت وخلقت وبسبب الماء وجد النبات والإنسان والحيوان كل شيء حي هذه بعض الإشارات والآيات الكريمة الكثير منها يشير إلى طبيعي أن الله سبحانه وتعالى هو خالق بكل شيء ولا يوجد خالق غيره سبحانه وتعالى هذا مختصر الحديث عن دليل الحدوث وقلنا أن العالم خلاصته العالم متغير ومعنى المتغير أنه يكون حادثا وإذا كان حادثا فهو بحاجة إلى محدث وهذا المحدث يجب أن ينتهي إلى محدث قديم غير خادث فإذا ننتهي إلى وجود الله سبحانه وتعالى وهو الموجود القديم واجب الوجود الغير خادث والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صلي على محمد وآله محمد